موسيقى ليس هناك جديد لهذه اللحظة في ملف المصالحة لكن أيدينا ما زالت ممدودة وأعتقد أن أكبر دليل على مدى مرونة حركة حماس في دفع عجلة المصالح قدما هو تنازلها عن موقعها في إدارة الحكومة رغم أنها تشكل أغلبية البرلمانية لكن للأسف أن حكومة الفاق الوطني لم تتحمل مسؤولياتها ومن هنا شكلت عقبة كأداء في طريق تفعيل بقية الملفات وبخاصة فيما يتعلق بتفعيل المجلس التشيع الفلسطيني في أضفة أسوة بغزة وكذلك ما يتعلق بعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تنظمية وسياسية جديدة أنا أعتقد أن الإرادة الوطنية لدى حركة فتح لم تتحرر من القبضة الصيونية ودوما حالة الضغط والابتزاز التي يمرسها الكيان الصيوني على حركة فتح وفي خاصة على سيد نحمود عباس دوما هي التي تشكل العقبة الكبيرة في طريق المصالحة الفلسطينية لأننا أعتقد أننا فلسطينيا توفقنا على كل البنود المتعلقة بالمصالحة سواء منذ عام 2005 بإعلان القاهرة أو وثيقة الأنفاق الوطني عام 2006 أو اتفاق القاهرة كذلك في عام 2011 الذي تشكل الانتفاق الأشمل ثم اتفاق الدوحة عام 2012 ثم اتفاق الشاطع عام 2014 وبالتالي لسنا بحاجة إلى عادة السن ساخر اتفاقات من جديدة نحن بحاجة إلى تطبيق وترجمة الاتفاقات على أرض الواقع وهذا الممر إلى ذلك هو من خلال تحرير الأرادة السياسية الفلسطينية وبخاصة لدي أخوة في حركة فتح من القبضة الصيونية والأمريكية يعني دعين أؤكد أن حالة الارتباك في العلاقة ما بين حركة حماس وما بين الاشتقاء في مصر كانت حالة طارئة واستثمائية وهذه المرحلة تشهد تطور إيجابي في ترميم هذه العلاقة وتحسينها واعتقد أنه ثمت اتصالات ولقاءات أجريت في الآون الأخيرة والمفترض أن تجرى لقاءات رفيعة المستوى في الأيام المقبلة مع الأشقاء في مصر لمناقشة المصالح المشتركة والعلاقات الثنائية وأيضا الدور المصري المنشود المتعلق بقطاع غزة على وجه التحديد وبملفات القضية الفلسطينية بشكل عام سواء دور مصر في رعاية المصالحة أو رعاية اتفاق التهدأ أو رعاية حتى صفقة التبادل أو فيما يتعلق بتخفيف حدة الحصار المفروض على قضاء غزة وفتح معبر رفحة أعتقد أنه تمت قضايا كثيرة يمكن أن توضع على طاولة النقاش في اللقاءات المقبلة مع الأخوة الأشقاء في مصر حركة حماس تتعامل بروح وطنية مع كل الشركاء الوطنيين في فلسطين وحماس ليست كغيرها ممن يتغدون على حالة الخلاف الحزبي الداخلي لسنا مع طرف فتحاوي على طرف آخر ونحن دوما نتمنى لحركة فتح الأمن والاستقرار ووحدة الموقف الداخلي لكن دوما نحن نتعاون مع كل أطراف الفلسطينية في خدمة شعبنا الفلسطيني بالتأكيد العلاقة تأثرت مع العديد من الأطراف نتيجة حالة التجادب والصراعات الداخلية التي تمر بها الأمة وهذا بالتأكيد انسحب على التأثير السلبي الذي حدث في علاقة حركة حماس مع إيران لموقف حركة حماس دوما المنحاز إلى أرادة الشعوب سواء في سوريا أو في غيرها باعتبار أننا حركة تحرر وأننا مظلومون وبالتالي لا نقبل أن يقع الظلم على أي طرف عربي أو إسلامي أو حتى إنساني وبالتالي دوما يدنا ستبقى ممدودة لتعزيز وترميم العلاقة مع كل الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم اتجاه القضية الفلسطينية العلاقة بالتأكيد ليست منقطع مع إيران وهي ما زالت قائمة وإن تأثرت نسبيا لكن نعتقد أن العلاقة نريدها أن تكون إيجابية مع كل أطراف العربية والإسلامية بما في ذلك إيران ونعتقد أن حركة حماس ما زالت تتلقى إسنادا ودعما من بعض الأطراف العربية والإسلامية سواء على مستوى الأنظمة أو على مستوى الشعوب باعتبار أن ذلك مسؤولية لإسناد شعبنا الفلسطيني في مواجهة تحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وفي مقارعة العدو الصهيون الذي يعتبر العدو المشترك لهذه الأمة الدور التركية دور مشهود سواء في البعد السياسي أو في البعد الإغاثي لشعبنا الفلسطيني ونتمنى دوما أن تتطور هذه العلاقة وهذا الدور التركي ليكون معزز لصمود وليتباة شعب الفلسطيني بخاصة في هذه المحنة الأصعب التي يمر بها شعب الفلسطيني واجتداد حلقات الحصار المفروضة على قطاع غزة ونحن حتى نعتبر أن نقابلنا بإقامة دولة الفلسطينية على حدود ال67 هو دون الاعتراف بإسرائيل ودون التنازل عن بقية أرضنا الفلسطينية وبالتالي لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة ونحن كل لا يتجزأ ونؤمن بأن فلسطين واحدة وأن هذا هو هدف استراتيجي هو تحرير كامل أرضنا وترابنا من دنس المقتصبين وأنه لا مقام لهذا المحتل فوق أرضنا الفلسطينية وسيبقى خيارنا المقامة وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة التمسك بالحقوق والثوبة الفلسطينية اشتركوا في القناة